ماشي لسه عندنا حكاية حكاية جمعيل النادي الاهلي بقت مستنيها كل ثلاث دقائق الواحد الناس تقابلك في اي مكان اكريم تطرف حاجة عن مهاجم النادي الاهلي الجديد الله اعلم على المواقع على السوشيال ميديا على التلفزيونات كله يبحث عن المهاجم الجديد في النادي الاهلي هو من السر النادي الاهلي في امس الحاجة لمهاجم مش سر الاولوية الاولى عند مارسل كلر هي المهاجم هو الراجل اعلن كده صراحاتا فالاهلي هيجيب مهاجم هيجيب مهاجم طيب طبعا قصة سوزة وسوزة لسه في اكتبات النادي الاهلي والاهلي بيحاول فيه اللي بعد سوزة مين بقى ده خبرنا هنا في رقم 10 اللي بعد سوزة على طول في مهاجم اخر بلجيكي بلجيكي من اصول كونغولية النادي الاهلي شغال عليه اسمه لاندري دياماتا ده مهاجم فريق اسبانيولي الاسباني هو اعار الفريق الموسم الماضي فريق اسبانيولي الاسباني هو اللي امام حضراتكم ده ومهاجم زي ما انتم شايفين كده شبه اللي عايزه مرسل كولر لعب قوي هداف رجله حلو على الجول اشول وسعاد ايمن بس هو بيلعب بلجليل الاتنين كويس يعني هو ايمن بس بيلعب بلجليل الاتنين كويس جدا وهيدر كويس برضو فيعني عنده مميزات يحبها مرسل كولر طيب لعب دوت دخل اهتمامات النادي الاهلي عشان يتعادوا معاه في الانتقالات الحلية مرسل كولر الوضع قائمة من ثلاث مهاجمين عشان يضم احدهم سوزة طبعا الرقم واحد ولاندري دياماتا ده تاني واحد طيب مين هو بقى تعالوا نشوف شوية تفاصيل عنه شوية كسس عنه عشان تعرفوا الرجل ده من اول والاخر هو ايه هو تعالوا نشوف هو موليد سبعة وتسعين عنده خمسة وعشرين سنة من اصل كونغولي خمسة وعشرين ستة وعشرين سنة من اصل كونغولي وعنده الجنسية البلجيكية وبيمثل منتخب بلجيكا عقده الحالي مع نادي اسبانيول ممتدة حتى نهاية الموسم المقبل يونيو الفين اربعة وعشرين وقيمته التسويقية اتنين ونصف مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت ظهر مع نادي ستاندر لياج البلجيكي تحت سعتاشر عام في عام الفين واربعة عشر قبل ان ان ينتقل يا نادي استاندي البلجيكي تقلق بشكل ملفت مع استاندي البلجيكي خلال اول موسم وحصل على جهازة افضل لاعب ساعد في الدول البلجيكي موسم الفين وستاشر الفين وسبعة عشر انتقل بعد ذلك الى فولفسبورج الالماني في صفقة كياسية وصلت الى 11 ونصف مليون يورو اغلى صفقة بيع في تاريخ استاندي البلجيكي ولعب لمدة موسم مع فولفسبورج الالماني 2017-2018 وبعاكه انتقل على سبيل العارة الى اندر لغت البلجيكي لمدة موسم قبل ان يشتري عقده بالكامل مقابل خمسة مليون يورو استمر لمدة موسمين مع اندر لغت حتى 2021 قبل انتقاله الى اسبانيول لعب معهم لمدة موسم قبل ان يخرج معارا لعب 30 الموسم الماضي يعني لعب 30 مباراة منهم 25 كاساسي سجل عشر اهداف هو هداف الفريق صنع هدفين تزديداته في المباراة بنتكلم في معدل تزديدتين تقريبا 1.8 تزديدتين تقريبا في المباراة الوحدة صناعة الفرص اقل من فرصة في المباراة الوحدة مراوغاته الصحيحة نص تقريبا يعني بيراغ مراوغة كل مبارتين التحامات هوائية معدل التحمين في كل مباراة طيب تعالوا نشوف كمان ارقامه يالله بينا هو لعب خلال مسيرته كلها 166 مباراة 9760 دقيقة سجل 44 هدف صنع 14 هدف وحصل على 11 بطاقة صفراء ده لاندري دياماتا المهاجم المحتمل للنادي الاهلي شكله كويس شكله مهاجم معقول يعني شكله مهاجم معقول شكله مهاجم مهاجم معقول